المتابعين الكرام مسعد الله ووقاتكم بكل خير وآلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج إضاءات أبرز الملفات والقضايا الراهنة التي تصدرت واجهة الأحداث وشغلت الساحة الإعلامية نضعها أسبوعيا تحت المجهر في برنامجكم إضاءات من المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر مخططان يتعامدان ليشكل أحد أهم خيارات المغرب الاستراتيجية بفلسفة جديدة قوامها التحديث والتنمية والوعي والحكامة الجيدة إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر لن تهم فقط القطع الفلاحي أو النشط الزراعي بل ستعمل على إعادة الاعتبار للغابة رئة المغرب غابات المغرب إلى الخضراء في الجزء الثاني من إضاءات تونس وتعثر تشكيل الحكومة إلياس الفخفاق يعلن تعثر المفاوضات حول تشكيل حكومة وطنية كما يطالب بها الفرقاء السياسيون وفي نفس الآن مواصلة المشاورات بنفس يتسابق قبل انقضاء المهلة القانونية والتي تنتهي قبل مطلع الأسبوع المقبل فهل سيعود الناخب التونسي إلى صندوق الاقتراع أم أن لغة المفاوضات ستنجح في حل الأزمة؟ للتوسع أكثر في هذين المحورين وتنولهما بالرأي والتحليل يسعدنا أن يحضر معنا في إضاءات لهذا الأسبوع أستاذ محمد الشرقي الكاتف الصحفي ومحل الاقتصادي والسياسي مرحبا بك سي محمد شكرا نسي محمد كما يسعدني أن يكون كما يرعاد إلى جانب أستاذ طرحة جبريل الكاتف الصحفي والمحل الإعلامي والسياسي مرحبا بك سي طرحة أهلا نسي محمد إذن جيل أخضر لمغرب أخضر مخطط يمتد لعقد من الزمان سيشكل طفرة في المغرب الفلاحي يونس بركات والتفاصيل دفعة جديدة يشهدها القطاع الفلاحي بالمغرب بعد الإعلان عن استراتيجية جديدة الجيل الأخضر 2020-2030 لتسهم بذلك في درب تحديث وتطوير القطاع خلال العشرية الجارية استراتيجية تقوم على تكريس مكتسبات مخطط المغرب الأخضر إضافة إلى إرساء حكامة جديدة ووضع إمكانيات حديثة رهن إشارة القطاع من خلال الاعتماد على ركيزتين تهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلاً لتعليمات الملكية وذلك من خلال بثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية وإفراز جيل جديد آخر من المقاولين الشباب عبر تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية وتوفير فرص عمل لـ 350 ألف شب أما الركيزة الثانية فتتعلق بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية عن طريق تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية ولهذه الغاية فإن الرؤية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية بهدف مضاعفة الصادرات والناتج الخام الفلاحي ليصل 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030 ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة سيتطلب الأمر نموا لميزانية القطاع في حدود 2.5% سنويا بدءا من سنة 2020 إذن شكر الموصول لزميل يونس بركات على هذا التقرير بداية سي محمد جيل أخضر أو الجيل الأخضر هذه التسمية أية دلالات تحمل تسمية الجيل الأخضر بداية بداية جيل الأخضر أو المغرب بلد لونه أخضر من السماء والحمد لله عندما نره بالساتيلايت يظهر بلد له جبال له وديان له فلاح زراع له خيرات لهوية بصرية خضراء خضراء فهذه من الحمد لله هذا مكسب ثانيا هذه التسمية هي استكمال وامتداد لمخطط المغرب الأخضر بالمناسبة المخطط المغرب الأخضر أعطى نتائج جيدة على المستوى الفلاحي عصرنا القطاع الفلاحي واليوم الصادرات الفلاحية بالمناسبة ربما من القطاعات لأننا فيها فائد قيمة وفائد في الميزان التجالي نعم فمثلا نصد اليوم تقريبا 60 مليار درهم في مجال الصادرات الفلاحية وصادرات الغدائية بالتالي نحن تنحقه 13 مليار درهم تقريبا مليار ونص دولار 1.5 مليار دولار من صادرات المواد الفلاحية والغدائية فالتالي نحن سبق في هذا المجال الشيء الثاني وهو أنه اليوم الفلاحة المغربية هي فلاحة بدأت فلاحة عصرية لكن اليوم نمشي الخطوة الثانية وهي أن نطور ما يسمى الصناعة الغدائية حتى الآن عندنا جزء كبير من صادراتنا الفلاحية تبقى صادرات نقوله خام خام نوعا ما خام مثلا خاصة البواكير يعني الحواميد أنواع من الفواكير أخرى والخضار تنصدرها خاصة الأسواق الأوروبية وطبعا الاتحاد الفلتحاد الأوروبي وأيضا الروسيا واللولايات المتحدة تنصدرها خام لكن اليوم عملية التصنيع الغدائي هذا سوف يعطي واحد الفائد قيمة أكبر وربما الصادرات سوف تضعف تصل أكثر من 12 يعني المليار أورو فبالتالي يعني هذا مكسب مهم جدا يعني الركيز الثاني المخطط التنمية الاستراتيجية الفلاحية هو الجانب البشري الآن يعني بعد الاهتمام بالعنصر العرض وتطوير الإنتاج وتحسين الإنتاج وعصر الإنتاج وتطوير الآليات ديال الري ندخل الآن إلى تأهيل المواطن الفلاح فبالتالي التأهيل سيكون عنده مستوهين المستوه الأول هو التأهيل المهاراتي أو التأهيل المهني يعني الفلاحة هي مهنة بأنواعها المختلفة ثم المقاولة الزراعية حتى الآن دائما نقول المقاولة تكون في المدن وداخل المدن اليوم المقاولة يجب أن تكون في العالم القروي في القرية المغربية وترتبط بالأنشطة المختلفة لأنه الفلاحة اليوم أو الزراعة بشكل عام لم تعد فقط هي عملية إنتاج تخرج من الأرض هي واحدة العملية فيها متدخلين كثيرين فيها الإنتاج فيها البحث العلمي فيها التسويق تسويق فبالتالي ربط الفلاحة بالتسويق خاصة ما يسمى الأسواق الكبرى داخل الجهات والآن نتفكير في 12 الجهة أسواق كبيرة جدا هذا من شأنه تطوير نشاط الفلاحة الشيء الثالث الذي هو مهم جدا وهو إنبتاق واحدة طبقة وستعريضة في العالم القروي حتى الآن عندما نتحدث عن الفقر في المغرب بشكل عام نقول الفقر مرتبط بالبادية اليوم هذه الصورة النمطية يجب أن تزول من الأداء وبالتالي يكون في العالم القروي أيضا شباب متعلم له مهارات له كفاءات له مقاولات وبالتالي هذه المقاولات وهذه الأنشطة المتقدمة والمتطورة من شأنها أن تخلق طبقة وسطة ربما تقديرات تقول أنها تكون جوج فصيلة سبعة مليون شخص من العالم القروي يرتقي مستواهم الاقتصادي والاجتماعي إذن ربما هذا محمد هو ما يمنحه هذه التسمية رمزيتها الجيل هناك الوعي هناك الشباب وهناك خلق هذه الطبقة الوسطى أستاذ طلحة مرحبا بكم مرة أخرى من أهم ركائز الفلسفية لهذه استراتيجية إذا صح التعبير الإيمان بالقرية الإيمان بالقرية مكوناتها وإمكاناتها وأنت ابن القرية ولطالما دفعت إلى القرية كيف يمكن أن تخدم القرية الجيل الأخضر هذه استراتيجية وكيف الجيل الأخضر أن يخدم القرية سؤال منطقي ويبدو لي بأن المسألة فعلا كما وصفتها في سؤالك بطريقة غير مباشرة بأنه القرية لا بد أن تخدم هذا الجيل الأخضر والجيل الأخضر هو نتاج لهذه القرية مسألة في غاية الأهمية يبدو لي حقيقة جانب مهم جدا هذا المخطط وهذا المشروع وهذا الجيل الأخضر سيؤدي إلى هجرة عكسية وهذه مسألة في غاية الأهمية لأن عادة المدن كانت الأحزمة التي تضيق على المدن تأتي من القرى من البادية الآن مع فتح المجال للمقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الشباب الذين ستمنح لهم تسهيلات ليس فقط على صعيد القروض أيضا على صعيد الضرائب وما إلى ذلك بالتأكيد سيؤدي ذلك لأن أينما وجد العمل كلما انتقل الشباب إلى أين يوجد العمل هذه مسألة في غاية الأهمية مسألة أخرى هي ذات دلالة رمزية ولكنها مهمة جدا في مسألة القرية ودورها ربما الآن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي قادر أن يصدر أيدي عاملة فلاحية للخارج صحيح موسمية كما يحدث على سبيل المثال في إسبانيا وإلى حد ما يسمى بحزام الزيتون الذي يضم اليونان إيطاليا ونصر به إلى حتى إسبانيا والبرتغال فهذا الأمر سيجعل هذه الأيدي ليس فقط بتلاقع الأجيال تتعلم مهارات فلاحية ولكن بالتأكيد عندما يوجد المقاولة عندما يوجد النشاط الفلاحي عندما يوجد هذا الجيل الأخضر سيؤدي ذلك أيضا إلى التكوين والتأهيل والتأهيل وهذا يعني أن المدارس أن المعاهد ستفتح أبوابها لتكوين وتأطير وتراكم خبرات لهذا الجيل الأخضر شكرا سيطلحة إذن نعود إلى التدقيق في تفاصيل هذه الاستراتيجية السي محمد التراكم الذي كان قد حققه مخطط المغرب الأخضر تقنيا شمل إنشاء وكالات جديدة شمل أيضا عقود برامج أو برامج عقود إلى صحة تعبير أيضا شمل مخططات جهوية ومخططات قطاعية كل هذا كيف سيمنح الجيل الأخضر التمكين اللازم هو كما قلنا الجيل الأخضر يعني هو سيبني يعزز ما تم مع تحقيقه في مخطط المغرب الأخضر نحن اليوم أمام مكاسب يعني مهمة جدا المرحلة المقبلة هو أنه سيتم عصرنة القطاع الفلاحي بشكل أكثر يعني ثانيا يعني الطموح هو الوصول إلى الاكتفاء الداتي في بقية ما عندنا فيه عز معين نعم يوم عندنا عز إلى حد ما في قطاع في الإنتاج الحبوب في إنتاج السكر في إنتاج بعض يعني القمح بالتالي الخطة هي التغلب على النقص الشيء الثاني هو أنه المغرب اليوم كأول بلد مصدر للغداء في إفريقيا والشرق الأوسط سيكون من بين إلى عشرين في العالم بالتالي هناك طموح على المستوى العالمي بالتالي سيكون هناك ما يسمى المرجعية الفلاحية العالمية المغربية يعني سيضع عليها أغيجين ديماعوك ننسى هذا فبالتالي سيكون هناك واحد لابل واحد العالمة علامة مغربية تعطي للمنتوج المغربي يعني مجموعة من ما يسمى التصنيف العالمي من ناحية الجودة بالتالي أنه سيكون هناك البيو أو العضوي الخالي من المكونات الكيميائية وهذا لا ننسى هذا سيكون عليه طلب كبير على العالم أقول واحد الملاحظة اليوم كل تقريبا السلع الموجودة في السوق الدولية تخضع إلى نقول مضاربات تدفعها لإنخفاض أتكلم عن نفط ينخفض أتكلم عن التكنولوجيا تنخفض أتكلم عن المواد الأولية تنخفض المواد الباطنية تنخفض حتى المعادن حتى التمينة منها تنخفض لكن الشيء الذي لا ينخفض هو الغداء بطبيعة الأشياء لأن العالم اليوم يتطور حتى السيلاكية ثم عندما يصير تصير الكرة الأرضية عند عشرات المليار لسكان بمستوى طبقة وسطة عريضة على المستوى العالمي فهذا سيجعل الطلب على الغداء قضية كبيرة جدا وبالتالي من يكسب غدا معركة الغداء ومعركة الماء في رأيي أنا سيكسب التنمية بشكلها فإذن الجيل الأخضر هو مشروع مواجه للمستقبل يعني الجيل عندما نتكلم عن جيل فنحن نتكلم عن شباب نعم يعني شباب أخضر يعني زراعة فلاحة بيئة أرض غابة إلى آخرها ثم كخطة إذن هي للمستقبل فبالتالي يعني المستقبل المغرب دائما سيكون فيه هذا التصور مستقبل الفلاحة العصرية المتقدمة التكنولوجيا طبعا هناك نقول كانت بعض النواقس يعني في الخطة السابقة وربما الآن هناك المعالجات مثلا الجانب الحكامة كان فيه ربما مشكلة حكامة مشكلة بعض الأنواع من الشجيرات أو بعض الأنواع من الإنتاج في بعض الجيات ربما لم يتحق يتلأم يتلأم فبالتالي اليوم هذه الخطة الجيل الأخضر هي معالجة الخلل المسجل على مستوى التجربة السابقة والانطلاق نحو الأفاق الجديدة بالمناسبة كما قال السيطة الحاوة وهي الانتقال السكاني من المدن إلى القرى أعطيك واحد الأرقام في السنوات الأخيرة لاحظنا هناك استقرار في ساكنة العالم القاروي يعني استقر اليوم لمغرب سكان القرية قوة 40 أو سكان المدن 60 بما بينما في الثلاثين سنة التي سبقت كنا نرى هجرة مكتفة من البادية إلى المدينة ليمكن استقرار ثانيا الدولة ستضع مليون هكتار تحت تصرف الشباب المقاولين بأنواعهم سواء الذين يسكنون العالم القاروي أو الذين يريدون أن يستمروا في القرية فبالتالي نتصور هجرة ليس فقط هجرة سكانية نتصور حتى نقل الأموال هجرة استثمارية إن شاءنا استثمارات ضخمة ستنقل من المدينة نحو العالم القاروي وهذا ما سيشكل هذه النهضة المنتظرة في القرية المغربية أن تكون القرية المغربية بمواصفات المدينة في كل الخدمات المتوفرة من البنيات التحتية من التجهيزات المطلوبة فبالتالي توفر القرية على هذا نوع من القدمات برأيه سيجعل جزء من الناس يفكرون الانتقال من المدينة إلى القرية نعم ونتمنى أن يعود للقرية زخمها ونشاطها نعود إلى مسألة الشباب السيد طلحة نعم تعبئة الشباب تعبئتهم بالوعي أولا ثم بالإمكانيات المادية المرصودة يتحدث محمد الشرقي عن مليون هكتار سترصد للشباب لكن كل هذا تحت شعار كما جاء في أدبيات الاستراتيجية الجديدة دعم روحي لابتكار صحيح سأعطي مثال في ذهني عندما تتكلم عن الابتكار خاصة بالنسبة للقرية خاصة في المجال الفلاحي يجب أن ننسى مسألة في غاية الأهمية وفي الواقع أنا يبدو لي بأنه موجود بشكل واضح في هذا المشروع الطموع وهي الغابة الغابة هي الفلاحة بشكل تقليدي قد لا تكون هناك مسألة للابتكار لأنه كل المطلوب هو تحسين جودة المحصول ووفرته وكثرته ولكن في الغابة يوجد إمكانيات كبيرة جدا الآن للابتكار وأظن بأنه هذا الجيل الأخضر توقعاتي سيهتم بهذا الموضوع الغابوي أكثر من ربما يعني ربما يشكل محور أساسي في هذا ويقوم أصلا على ركيزتين القطاع الفلاحي وغابات المغرب أنا أظن بأن الحاجة الآن للغابات في المغرب حاجة بيئية حاجة طبيعية حاجة استهلاكية حاجة لها علاقة بعدد من المشاريع الصناعية نعم تعتمد على الغابة فأظن بأنه توقع معقول جدا أنه والتصور أن الابتكار سيكون بأكثر في مجال الغابوي أكثر من أي شيء آخر الآن الغابات وهذا مثلا ليس جديدة في كل العالم أصبح لها وزراء أصبح وزير للغابة في عدد من الدول نعم ليس فقط وزيرا للفلاحة ولكن مثل الماء نعرف بأن الماء الآن أصبح قطاع استراتيجي في كل العالم فإذن هذا القطاع الغابوي أظن بأنه سيكون مجال خصب جدا للإبتكار وللأفكار الجديدة خصوصا وأننا شهدنا صيحات الاستغاثة والإندار التي عقبت الحريق المأساوي والكاريتي الذي أصاب أستراليا وقبله أصاب البرازيل والبرتغال وإسبانيا وحتى شمال المغرب منطقة شفشاون دعت 17 ألف هكتار طائرات وجيوش أصبحت تساهم في إخماد الميران تجند إلى أي مدى يبين همية هذا القطاع نعم فالوعي بالغابة وأدوارها يجب أن ينسحب على الجميع والوعي هو ركيز من ركائز الجيل الأخضر لكن للغابة أيضا أدوار اقتصادية نعم الغابة لها أدوار اقتصادية واجتماعية وبيئية ومناخية نعم أنا أقول لك لماذا اليوم تبين بالتغييرات المناخية أن المناطق التي تتصحر تختفي فيها الغابة تكون مرشح أكثر لارتفاع درجة الحرارة ونقص وشح المياه الأمطار بالتالي ينهينا علاقة المحافظة للبيئة هي أول المحافظة على الغابة والماء كلما توفر الماء والغابة توفر مناخ وتوفر بيئة سليمة للإنتاج ليس فقط للإنتاج بالمفهوم التقليدي ولكن للإنتاج بالمفهوم العام الغابة تعيش فيها الطيور الغابة هي مصدر للأكسجين الغابة هي مصدر لجمالية الطبيعة الغابة مصدر للرزق مصدر للدخل فنحن نعلم أنه الغابة توفر كثير من الحطب حطب تدفئة ويبع بأسعار غالية في فترة وفر الفلين الورق الخشب كل ما في الغابة متاح وأضف شيئا آخر هو أن الغابة اليوم يمكن وكين في مناطق كثيرة في المغرب الغابة مصدر لم يسمى السياحة البيئية وهذه السياحة البيئية في تطور لو نشوفنا اليوم سلوك السائح الجديد السائح الجديد اليوم في العالم لم يعدك سائح اللي غادي يجي الأوتيل سنكتوال في مدينة صاخبة يعني هذه الصورة اللي كانت في ستينات وسبعينات ونسينات السائح يريد أن يذهب إلى مكان فيه هدوء البحث عن المنتزهات عن الجوالات الجبالية الجبالية الحمد لله المغرب يتوفر على ذلك المغرب له تسعود المليون أنا أتذكر كتاب قرأته ضع لي اليوطي اليوطي قال في المذكرات قال جئت إلى المغرب وأنا أحمل صورة من أمريك هو كان في الفيتنام أعتقد كان في جنوب شرق آسيا شرق آسيا فقال وجدت المغرب أكثر خضرة من جنوب شرق آسيا من الفيتنام يومها فتخيلوا معي في 1912 كان المغرب عبارة عن غابات يعني كثيفة جدا لكن ضيعناها لنكن صراحة ضيعناها لأنه الحكومات المتعاقبة لم تهتم بالغابة كما قال سيطلحها كانش لهذا الوزن اليوم يشفع له الوعي الوعي الزاد كما السكان أنفسهم كان يدمرون الغابة الغابة كانت بالنسبة الكثير من الناس هي عملية شجر يدمر وبالتالي ليس هناك لا تبعات متابعات قانونية ولا حتى إدراك بوعي وبأهمية الغابة اليوم الحمد لله بدأ الوعي ولكن في رأيي بمازال محدود يجب حملة إعلامية ويجب توية الناس بأهمية الغابة الغابة قضية حاسمة جدا فتخيلوا معي غدا لو سمرت هذه الحرائق على مستوى الكون على مستوى العالم بعد تختفي الغابات بعد جيل أو جيلين فإذا اختفت الغابة فبالتالي سيكون هناك نصف الكرة الأرضية غير صالحة للعيش يجب أن نأخذ بعين اعتبار أهمية الغابة الغابة لها الدور الاستراتيجي كبير جدا فبالتالي اليوم في الدراسات تقول على أنه ضيع غابة يحتاجه أحيانا إلى خمسين سنة نعم نتعرف بالتالي ليست عملية نبنيوها غدا هذا ليس عملية تبناء هذه عملية تشجير تأخذ وقت والحمد لله مخطط غابات المغرب في هذا البرنامج تشجير مئات الألاف من الأشجار في أفق 2050 ألف هكتار ستشجر سنويا وبالتالي هذا سيعيد للغابة المغربية مكانها ودورها الاقتصادي والاجتماعي إذن الركيزتين معا النهوض وتطوير القطاع الفلاحي ثم غابات المغرب هما معا يلتقيان مع عدد من الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب وتحدثنا قبل أسبوع قليلة عن تمكين الشباب القروي من قروض بفوائد أقل وبدفع معنوية لهؤلاء الشباب لكي يتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة هل هذه السيرورة كلها تصب في منحة واحد أكيد أود أن أقول شيء عن الغابة ثم أعود إلى موضوع هذا الجيل الأخضر الغابة هي أيضا الحياة البرية لا ننسى عدد الحيوانات التي يمكن أن تعيش في الغابة والتي تخلق أيضا توازن بي الغابة ليست ذلك فقط الغابة هي الغذاء على سبيل المثال العسل من أين يأتي من الغابات نعم ولكن الأهم الآن هو أن الغابة أيضا أصبحت مصدر للعقاقير الطبية نعم في عداد من الأمور بل بالعكس أصبحت هناك توجه علمي في استعمال بعض الأعشاب بعض الثمرات استعمالا مباشرا حتى بدون تصنيع أعود إلى مسألة الجيل الأخضر أنا أعتقد بكل موضوعية مخطط طموح جدا ولكن يحتاج إلى جهد إعلامي أيضا كبير جدا لأنه حتى تستطيع أن تخاطب هؤلاء الشباب في مختلف القرى بلغة واضحة سهلة علمية فيها مصداقية هذا الذي يفترض الآن من أجل خلق هذا الجيل الأخضر فعلا وتنفيذ هذا المخطط الأخضر ومن أجل هذا الإخضرار ماديا وبيئيا وبكل جوانبه نعم شكرا جزيلا سي محمد الشرقي شكرا سي طلحة هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المحور رغم أن هذا المشروع وهذه الاستراتيجية يجب أن نفرد لها أكثر من محور فاصل قصير ثم نعم أجدد الترحاب بكم متابعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إضاءات الفخفاخ وحكومته في مأزق وربما في منعطف قد يغير من صورة العملية السياسية بتونس ينص بركات في هذا التقليل بعد مرور عشرين يوما على انطلاق المفاوضات مع الفرقاء السياسيين أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته المؤلفة من تسعة وعشرين وزيرا وكاتبتي دولة ظن الجميع أن البلاد ستحظى أخيرا بفريق حكومي من شأنه الانكباب على تدبير بلد يعيش وضعا اقتصاديا حرجا إلى أن قررت حركة النهضة نصف هذا المشروع بإعلانها الصريح نهاية الأسبوع الماضي الانسحاب من تركيبة الحكومة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب تعلل حركة النهضة موقفها هذا بعد إصرار رئيس الحكومة على استبعاد حزب قلب تونس من مفاوضات تشكيل الحكومة كما تعتبر أن الحقائب الستة المسندة لها لا تتناسب مع حجمها كأكبر حزب في البرلمان بموجب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة يؤشر موقف حركة النهضة على فراغ سياسي وشيك علما أن الحكومة الجديدة ستحتاج لموافقة مائة وتسعة نائب برلماني عتبة تبدو صعبة المنال في ذل جبهة ممانعة قوية مكونة من أحزاب النهضة وقلب تونس وإتلاف الكرامة إضافة إلى حزب الدستوري الحر وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومته فسيدعو الرئيس الانتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً للمادة التاسعة والثمانين من الدستور التونسي شكراً مرة أخرى لزميل يونس بركات ستطلح الفخفاخ يقرر بتعثر المفاوضات أولاً والسبب المباشر هو انسحاب حزب حركة النهضة بسبب استبعاد قلب تونس هناك من قرأ كل هذا النقاش وهذا السجال في الفشل في الرئاسيات هو الذي أفرز هذا التوتر بين الفخفاخ وباقي الفرقاء السياسيين بالتأكيد هذه هي النتيجة لفشل حركة النهضة في أن تنال المنصب الأول وهو منصب رئيس الدولة في تونس إضافة إلى ذلك يجب أن ننتبه إلى أن حزب النهضة تقريباً في حدود 54 نائب في البرلمان ولكنه استطاع أن يمارس ما يسمى بدكتاتورية الأقلية أي البيتو في عدم إنجاع مهمة الياس الفخفاخ وبالتالي دفع الأمور نحو انتخابات مبكرة أنا أظن بالنسبة للنهضة في خلفية تفكيرهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى ويعتقدون بالتالي أن يشكلوا أغلبية أو قوة أكبر وهنا تطرح على تونس مسألة في غاية الصعوبة ربما جربها الفرنسيون من قبل وهي مسألة التعايش بين رئاسة الدولة وبين رئاسة الحكومة الوضع الآن صعب وصعب جداً ولكن مرد ذلك بالدرجة الأولى أيضاً للنظام الانتخابي في تونس الذي لا يمكن أن يفرز لك أغلبية أغلبية مريحة نهائياً لديهم نظام معقد جداً وفي نفس الوقت هو دائماً الفصل بين الانتخابات الرئاسية وبين الانتخابات البرلمانية لذلك الآن تونس أمام هذا المأزق الذي لا يعرف كيف يمكن أن تخرج منه سيم محمد الأيام تتصارع نهاية الأسبوع هي وشيكة والسيناريوهات متعددة على رأس حل البرلمان وعودة التونسيين إلى سنديق الاقتراع هل هذا في نظرك سيحل أم سيؤزم الوضع؟ أعتقد أن الوضع في تونس معقد لسببين هو أولاً تونس في أصل مشكلة كانت مشكلة اقتصادية والشماعية التي دفعت شباب لما يسمى الربيع العربي واليوم بعد عشر سنين هذا الشاب لم يحصل على ما كان ينتظره هو العمل والتنمية والجانب الاقتصادي السياسيون وعلى رأسهم حزب النهضة استغل هذا الوضع ولعب ما يسمى اللعبة سياسية ودخلت تونس في لعبة سياسية يعني داكلا باندوري يعني كل ما فتحت علبة فتحت علبة آخر فبالتالي اليوم في حالة مثلا فشلت حكومة الفخفخ هناك سيناريون إما أن تعود الانتخابات البرلمانية وهذا ما يدعو إليه الرئيس حزب النهضة قال لا نستعمل 97 فصل من الدستور وهو أن نطيح بحكومة الشهد ويتكون هناك حكومة برلمانية بينما حكومة صريف العمال لا تتبع البرلمانية فإذن هذا هذا بحدد هذا البيزنطية التحليلية للقانون والدستور هذا يضيع على تونس شيء مهم جدا وهو التلمية والاقتصاد تونس اليوم يعني سائرة إلى إفلاس اقتصادي مالي نقوله بصراحة ما يتوفر اليوم في الخزينة التونسي يعمل المال لا يكفي يعني بضعة شهور ثانيا صندوق النقد الدولي يقول أريد أن أجد مع تونس حلا لكن أعطيوني حكومة أتفاوض معها طالما ليس هناك حكومة ليس هناك دعم من صندوق النقد الدولي أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفس الشيء الاتحاد الأوروبي يقول أو الاتحاد كمجموعة يقول نريد تونس مستقرة بحكومة قادرة على التفاوض في هذه الحالة نحن نبحث ماذا صنعت التونس فإذن الوضع الاقتصادي اليوم وهو يعني مرتبة أو رهن للمشكل السياسي والمشكل السياسي في عمقه هو صراع خفي بين حزب النهضة الذي يريد أن يسيطر على الحياة السياسية في تونس وبين الرئيس الذي يريد حكومة تتبع له فيبدأ السؤال كبير هنا هل تونس ستتجه نحو حكومة برلمانية والنظام التونسي ليس نظاما برلمانيا هل الفخفا قد ينجح داخل برلمان وينتزع تيقى على أن تكون حكومة تتبع للرئيس بوزراء يعني تقنقراط أكثر ولكن بتمتيلية أقل لحزب النهضة ستة وزراء مقابل أن يصوتوا لصالحه فهذا يعني هذه الدبابية وعدم اليقينية ربما تؤثر في رأيي على المتعامل الاقتصادي بشكل عام بالنسبة للحالة التونسية ستة في خدم كل هذا السجال وهذا الجدل وهذا التدافع مراقبون يعتبرون أن هذه ضريبة التجربة الديمقراطية وأن منطق الصراع يقتضي ذلك هل هذه أزمة صحية في تونس تونس الخضراء صاحب التورة ليسامين أنا أظن يعني إلى حد ما يجب أيضا حتى نستطيع أن نصل إلى هذه الخلاصة أو إلى نقيدة يجب أن نتأمل الوضع الـ UCSC لتونس تونس مطلوب منها الاستقرار ولكن الأصعب لا سوى من الاتحاد الأوروبي أو من الغرب أن تلعب دورا في دورا ما في استقرار ليبيا لأنها وجارة مهمة جدا لا ننسى بأن عدد كبير جدا من الليبيين نزحوا واستقروا الآن في تونس ولكن تونس عمليا بدون حكومة بدون استقرار سياسي لا تستطيع أن تلعب أي دور في ليبيا أمر آخر وهو موضوع السياحة السياحة فعلا في تونس تعرضت إلى ضربة ضربات متتالية صحيح وبالتالي كما قال محمد الآن احتياطيهم من النقد الأجنبي يعني ربما يكفي لبضعة أشهر فقط لتمويل الحياة العادية وترتيب الأولويات فقط بالتأكيد الإشكال الآن هو فعلا الآن تونس تحصد أسوأ ما في الربيع العربي شباب خرج يعرف ما لا يريد ولكنه قطعا لم يكن يعرف ماذا يريد يعني الرفض موجود ولكن المستقبل لا يوجد فبالنهاية طيب هذا الشباب الذي خرج بمئات الآلاف لم يكن نقل بالملايين كيف لم يستطع أن يذهب إلى صناديق الإقتراع ليغير الآن هناك إذا استعرضنا كثيرون ذهبوا إلى الشارع ولكن قليلون جداً ذهبوا إلى صناديق الإقتراع وبالتالي جاءوا بهذه الخارطة السياسية الفسائية في البرلمان العاجز الآن في أن تحل هذه المشكلة كما فعلاً المؤسسة الدولية الاتحاد الأوروبي كل الخارج يريد حكومة قادرة وفاعلة ليستطيع أن يصل معها إلى حلول وخاصة استقرار تونس مطلوب جداً جداً في المنطقة بسبب الوضع في ليبيا وحتى بسبب الوضع في الجزائر نعم سي تفضل هناك قصيدة نزار قباني يقول لو كنت أعرف خاتمتي ما كنت بدأت بدأت فكذلك ربما كثير من الشباب الآن قد يقولون هذه القولة وظهر وظهر بأن الذين خرجوا في التوراة العربية ليس هم الذين استفادوا منها نعم خرجوا واستفاد غيرهم نعم وبالتالي هذا المعزق الذي يمكن أقول تونس فيها ما يسمى تورا ناعمة لكن في الجوار نرى حريق في ليبيا وبالتالي طالما الحريق في ليبيا موجود فالوضع في تونس تفضل نعم مهتز نسيا وظهر هذا أثناء الانتخابات الرئاسية حينما كانت استطلعت رأي تشير إلى فقدان الثقة بالنسبة لشريحة واسعة من الشباب إذن السؤال اقتصاد تونس في وضع صعب جدا مصلحة تونس في إيجاد حلول سياسية وتفاوض سنعرف في القريب من الأيام هل سيكون مصير الفخفاخ كمصير الحبيب قبله والله أنا برأي يجب التونس أن يفهموا أن مصلحتهم في أن يجدوا حلا عاجلا لمشكلتهم لأنه تأجيل المشكل بالتالي انتخابات أخرى هذا سيعطي صورة ربما في رأي سلبية على الوضع ستونس وسيجد من الصراع بين اليوم رئاسة البرلمان ورئاسة الدولة هناك شيء بالصراع هذا الحق ثانيا ليس هناك مبررات لفهم لماذا حركتنا لا تدخل إلى الحكومة ثانيا كيف تكون حكومة فيها جميع الحزاب أو الفرق الممتلة في البرلمان فبالتالي هذه سيلعب المعارضة مثلا فالديمقراطية تطلب أن تكون هناك موالات ومعارضة هذه الدمقراطية إلا ما كانش معارضة فبالتالي ما سيكونش تاني اليوم الكرة عند الشعب التونسي فتوانسة نفسهم أن يحسموا هذا الأمر يجبوا أن يتخذوا قرار الآن ماذا يريد التونسيين أعتقد أن الشباب في تونس وفي ليبيا وفي لبنان وفي مصر وفي كل البلاد يريدوا استقرار ويريدوا التنمية ويريدوا الشغل ويريدوا ازدهار هذا المطلب بسيط جدا اليوم أنا أعتقد أن السياسيين أن لغة السياسيين وتفكيرهم والشباب في واد والسياسيين في واد وهذه حقيقة موجودة في تونس ولكن موجودة حتى في لبنان ودولة أخرى اليوم يجب على صالح القرار أن يتنازلوا عن نارجيسيتهم لصالح المصلحة العامة صالح الشباب الشباب يحتاجوا اليوم إلى تنمية والتنمية بالدقيقة بالتانية ليست بعشرات سهور وبالسنوات لأن السياسي له زمن آخر السياسي بالنسبة له خمس سنوات ضائعة حتى عشر سنوات لا تهمه لكن الشاب هذا اللي عنده عشر سنين واللي عنده عشرين سنة واللي عنده عشرين واللي ثلاثين فبالتالي الزمن السياسي يجب أن يقاس لضيفي الكريمين أشرت قبل قليل إلى دور تونس في منظومة المغرب الكبيرة والمغرب العربي يجب أن تكون تونس مستقرة وتتمتع بكافة شروط الرفاهية والديمقراطية لكي تساهم في بناء هذا الصرح خصوصا أنها توجد بين دولتين إحداهم تعيش حربا أهليا مهورا والأخرى في تدبدب سياسي أنا أعتقد أن تونس الآن نحتاج كلنا كمغربيون للوقوف إلى جانب تونس ولمساعدة تونس ومستندتها ربما هذه قضية أعتقد نأخذها بجد تونس اليوم محتاج إلى دعم جيرانها كلهم ولكن المشكلة أن ليبيا فيها حريق الحريق ليبي نعم والجزائر فيها إشكال شرعية الدولة شرعية نظام يعني الغالبة تدبدب تدبدب يعني ليست هناك واضحة جدا فبالتالي اليوم في رأيي أنه تاريخيا الاتحاد المغاربي هو اتحاد ثلاث دول يعني المغرب والجزائر وتونس يجب هذه الدول يعني الثلاث على الأقل لأنها هي الحلقة القوية الأكبر أن تبقى متجالسة بحد أدنى معين وبالتالي برأيي أن أي نزل لا قدر الله لا قدر الله لتونس سيكون المضع صعب جدا لذلك أنا أوجه مرة أخرى إلى أنه من يحب هذه المنطقة من يحب تونس عليه أن يساعدها وأن يقف إلى جانبها وأيضا على التونس نفسهم أن يساعدوا نفسهم بنفسهم وعلى السياسين أن يتنازلوا عن صراعاتهم الهامشية تشخيص تشخيص الأزمة كما يقال تشخيص المشكلة هو نصف الحل اللي لم يكن أكثر الآن في تونس التشخيص ليس واضح وإن كان من مشهة نظر شخصية أنا أعتقد بأن هناك قطيعة بين الأجيال أن هذا ما نشاهده عمليا للأسف هذه القطيعة بين الأجيال أدت إلى أنه لم تبرز قيادات من الشباب والسياسيين المحترفين لا أعتقد بأنهم يستوعبون جيدا تفكير هذه الأجيال الهاجس الانتخاب يطغى عليهم بطبيعة الحال والدليل على ذلك ما هي الظاهرة التي يمكن لافتة جدا للانتباه وخاصة في بلد تونس نسبة الوعي والتعليم مرتفعة جدا وهو انخفاض العدد الذين يسهبون إلى صناديق الاقتراع ثم بعد ذلك تكرار تجربة تذكر بالتجربة الإيطالية كل ما كانت هناك أزمة يتم التفكير في صندوق الاقتراع صندوق الاقتراع لا يحل المشاكل في كله لا بد من تصور معين من أجل أن تكون هناك لا لا يعني لا تختفي ظاهرة القطعة بين الأجهال تكون هناك تصورات واضحة ثم أي ديمقراطية هذه المطلوبة بصراحة في كل دولنا هذه ما هي الديمقراطية المطلوبة هل ديمقراطية صوت واحد لكل مواطن هي الديمقراطية الصالحة أنا أطرح السؤال وليست لدي إجابة أنا عندي إضافة لسي طلحة أنا برأيي يجب في هذه المنطقة تكون تنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكثر من الديمقراطية لأنه في الدول المتقدمة جدا يمكن أن يكون عندها إمكانية أن يكون في أزمة سياسية والدولة مثلا في هولندا في بلجيكا عشنا إلى حد ما في إيطاليا في إسبانيا البلوكاج لكن هذه الدول مؤسسات الدولة تمشي لا يوجد مشاكل في هذه الدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا في رأيي أنا يجب أن تكون التنمية أكثر يعني أن يكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية تكون متوفرة بشكل سليس حتى لو لا قدر الله عشنا تعزم الوضع السياسي البلوكاج ما ننسوش البلوكاج اللي عشنا في المغرب نعم ولكن كان استمرارية المرافق الحمد لله لأننا عندنا مؤسسات الدولة قائمة حتى لو توقع حكومة عطلات الحالة في تونس لا لأن تونس لأننا سمخرجات لم تخرج من تابعات هي تبدأ من جديد نحن معرفنا إذا أردت تبدأ من جديد أو قديم لأن الصورة في تونس غامضة ثانيا شيء المهم في رأيي أن تونس وقعت بين كفتين الجزائر من جهة وليبيا من جهة أخرى لو كانت تونس بين حضن أوروبا حضن إيطاليا بين حضن فرنسي وألمانيا لا يعني مشكلة اليونان كان عندها مشكلة وكانت في حضن أوروبي فإذا الحضن مهم جدا إن دول جوار دول جوار مؤزمة أيضا فإذا كانت دول جوار مؤزمة لا تنتظر أن يكون هناك حل إلا من داخل دولة نفسها نعم عقب سنة 2012 شهدت تونس عدة حلقات من ما سمي بالحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه الجميع جميع الأطرف هل تعتقدون أن على تونس أن تعود إلى هذا الحوار الوطني تعود أكثر كان له زخم في حينه وكان هناك مشاركة شبابية فيه ونقاش ساخن اليوم هناك فطور تعود إلى صيغة ما طبعا هذا أشأن تونسي ولكن لا بد أن يكون لكل الأطراف يعني مساهمة في صنع القرار وهذا يعني المشاركة المكثفة بالنسبة للانتخابات إضافة إلى ذلك صراحة لا يمكن أن التسير ببلد وهناك قطيعة بين الأجيال هذه القطيعة واضحة جدا في تونس قطيعة واضحة إلى أبعد الحدود ومن هنا للأسف بعض الناس يروجون إلى أنه النظام الشمولي هو الأفضل بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون النظام الشمولي بديلا لنظام التعدد نظام دولة المؤسسات والنظام الديمقراطي طيب سؤال أخير قبل أن نختم هذه الحلقة الممتعة رفقتكم أستاذي الكريمين إذا إذا انتهت المهلة انتهت انتهت المهلة التي تطرح أمام التي هي مطروحة أمام إلياس الفخفاخ والحلقة ماتلة للإعداد والبت رئيس تونسي قيل سعيد صراحة بأنه ضامن لاستمرارية الدولة وأنه قد يدعو إلى إعادة الانتخابات إذن أيام قليلة تفصلنا ماذا تتوقع سيطلح أنا أعتقد بأن انتخابات مبكرة في تونس ستفرخ أزمة أكثر تعقيدا لأنه الناخبة التونس الآن ليس مهيئ للزهاب إلى صناديق الاقتراع التأطير ليس في المستوى المطلوب هذا في ظن أنا برأي أنه الرئيس سيدعو إلى الانتخابات في حالة الفشل لماذا؟ لأنه في هذه الحالة إلى مطبق دستور كرئيس الدولة يمكن للبرلمان الذي يقوده رئاسته تعود إلى حزب النهضة أن تفعل تفسيرها طبعا لبعض دستور بدن 97 وبالتالي يكون هناك سحب الاتقاء للحكومة تسريف العمال وهناك دخول تونس في الفراغ وهذا سيناريو خطير جدا وبالتالي تسألني أي سؤال كقول الشاعر أحلى هما مروا هما أمراني أحلى هما مروا قال أو سيحابس فراري أو الرضا فبالتالي في رأيي أن الحل الأمثل هو أن يتفق الفرقاء التونسيون على حكومة على الأقل تدبر هذه المرحلة تعتقل الموقف الوضع الاقتصادي الاجتماعي تواجه المؤسسات الكبرى المانحة وحتى المؤسسات السياسية ربما في مرحلة اللاحقة يمكن يدخلوا في انتخابات سابقة لأما الوضع الحالي اليوم أعتقد سيزيد من تفتت المشهد السياسي من جهة وسيزيد غضب الشارع التونسي خاصة أن الشباب اليوم في تونس غاضب جدا لأنه ينظر إلى السياسيين أنه انتهازيون لا تهمهم إلى مصلحتهم ولا يتم بمصالح الشعب وبمصالح الشباب خاصة خاصة أن الوضع الاقتصادي غير مساعد لو كان هناك ازدهار اقتصادي ربما كان يمكن نسمح بأزمة سياسية لكن أزمة سياسية زائد أزمة اقتصادية زائد أزمة استجماعية ثلاث أزمات في وقت واحد أعتقد تونس لا تتحمل حل أي أزمة سياسية في التنازلات دون التنازلات لا يمكن أن تحل أي أزمة سياسية وتونس محتاجة إلى تنازلات محتاجة إلى دعم أيضا دعم خارج أكيد وإلى تنمية ورفاهية وازدهار طبعا كما أشرت السيم محمد وشكرا للإشارة الجميلة للبيت الشعري لأبو فراس الحمداني هكذا أعزائي أعزائي نكونوا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إضاءات إلى الملتقى في الأسبوع المختلفة شكرا اشتركوا في القناة